اقترحت دارة جمعية شلف على المدرب مزين إغيل تمديد عقده تحسباً للموسم المقبل استجابتاً للسياسة الاستمرارية التي ينتهجها النادي وكذا مدوراً اقترح على مزين إغيل تمديد عقده مع الفريق وهو الأمر الذي يندرج في إطار سياسة الاستمرارية والاستقرار المنتهجة من قبل النادي وعد مزين إغيل الذي قاد جمعية شلف للتتويج بأول لقب للبطولة في تاريخها عام 2011 إلى العارضة الفنية للفريق مع بداية الموسم الكروي الحالي ليخلف في هذا المنصب محمد بن شوية مدور أكد أيضاً أنه على غرار الطاقم الفني سيحاول الحفاظ على نفس التشكيل الموسم القادم باعتبار أن الاستقرار هو سر كل نجاح